اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انظر الى الفعل يا جماعة لا تنسى لا تنسى شغلتين بالوحدة هاي انه انت بتتحدث عن جملة فعلية فعينك دائما على الفعل انت تتحدث عن جملة فعلية عينك على الفعل الفعل يدرس يكتب يلعب اتنين لن تستطيع ان تطبق اي قاعدة انت دارسها الا اذا بتفهم شو بتقرأ لن تستطيع ان تطبق اي قاعدة انت دارسها الا اذا فهمت معنا الجملة فالان اجالي سؤال علل تقدم المفعول به على الفاعل وجوبا اه من بيني انظر الى الفعل فاذا وجدت معا احد ضمائر المفعول به اللي هي الهاء الياء الكاف او النا تبعت المفعول به وقتها بتقول له لان المفعول به ضمير متصل والفاعل اسم ظاهر هذا على جماعة البصن البصينة هل لم نشرح لاللي بحبوا يفهمه اجا قال لي علل تقدم المفعول به على الفاعل بروح بتطلع على مي على الفعل اذا لقيت معا احد ضمائر هاء ياء كاف او نال مفعول به بقول له لان المفعول به ضمير متصل والفاعل اسم ظاهر انبلش بالحفظة زي ما انتوا شايفين ها اجا قال لي علل تقدم المفعول به في جملة قابلني المعلم في المدرسة علل تقدم المفعول به على الفاعل بروح بتطلع على الفعل وينه قابلة شو جاي معا ضمير الياء ياء المفعول به كيف عرفت انهياء المفعول به لانه معناها انا معناها انا اه عندي الفعل قابلة مع احد ضمائر هيك اذا على طول بروح بقول له لان المفعول به ضمير متصل والفاعل اسم ظاهر بدون تفكير ها سمعه سمعه اثناء الحديث علل تقدم المفعول به على الفاعل سمعه محمد آسف سمعه محمد اثناء الحديث علل علل تقدم المفعول به على الفاعل وجوبا بمسك الفعل طلع انظر الى الفعل بطلع الفعل سمعه جاي معا ضمير واحد هو الهاء من جماعة هيك بروح بقول له لان المفعول به ضمير متصل والفاعل اسم ظاهر جماعة الفهم تفضلوا ليش منقول اذا لقيت معا احد ضمائر هائية كاف ما انت تعلم تماما انه هذه الضمائر دايبا اعرابها مفعول به اصلا سميناها ضمائر المفعول به تمام فلما تلاقي معا الفعل احد ضمائر المفعول به اذا هاي المفعول به الياء طيب ما طبيعي بالمنطق طالما المفعول به ضميره فيش غيره اذا الفاعل بده يكون اسم ظاهر قابلني المعلم المعلم هو اللي قابلني انا طب ما اني بعرف الهاء الياء الكاف اذا اتصلت بالفعل بدون تفكير مفعول به وانا تبعت المفعول به اه معناته فعلا لان المفعول به ضمير متصل طب ما انت عندك ضمير واحد فاكيد سيكون الفاعل اسم ظاهر طب قابلني المعلم المعلم هو اللي قام بمقابلتي انا لاني عندي قانون ثابت ها سمعه محمد اثناء الحديث اول ما شفت الفعل سمع معاها اعرفت انه الهاء مفعول به صح ففعلا لان المفعول به ضمير متصل هيو طب طرم ضمير واحد اذا سيكون المفعول به اسم ظاهر سيكون الفاعل اسم ظاهر امحمد اللي سمعه امحمد اللي سمعه هذه كانت الحالة الاولى من حالات تقدم المفعول به على الفاعل اسأل اذا في اشي نشفه إذا لقيت الفعل معه ها كافية أو لا المفعول به بعرف لأن المفعول به ضمير متصل والفاعل اسم ظاهر وطالما ضمير واحد طبيعي أنه يكون الفاعل اسم ظاهر وهو عندي ضمير واحد مش ضميرين بعدين الفعل اللي بتصل فيه ضميرين هذا الدرس الماضي تقدم الفاعل على المفعول به أصلا هذا هو المشوف فعل مع ضميرين الأول فاعل والثاني مفعول به جميل الحال الثانية شوف الحال الثانية الحال الثانية ركز فيها شوية الحلو فيها كل أمثلتهم زي بعض كل أمثلتها زي بعض طلع هون شو قلت لك اطلع على الفعل هون بقولك اطلع على الفاعل مش على الفعل لأنه لاحظت من كثير من رسائل الطلبة بخربط بين فعل وفاعل يبني الفعل يدرس يكتب يلعب يشرب يقرأ قرآنامة تعيبة إلى آخره شرحة جلطة إلى آخره هون بقولك انظر إلى الفاعل اطلعت على الفعل ما لقيت معا لا ها ولا يا ولا كاف اطلع على الفاعل إذا لقيت معا أحد ضمائر الغائب الها وشلتها بدأت بالبصينة أنا بدأت بالبصينة اطلعت على الفعل ما لقيتش هاي بروح بطلع على الفاعل فذا لقيت معا ها كافيا نقول اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول به تعالوا ورجك إياها قرأ القصيدة مؤلفها تعالوا نفهم أجقا لي علل تقدم المفعول به على الفاعل وجوبا بديت بالحال الأولى اطلعت على قرأة إذا بتلاحظ قرأة معهاش ولا ضمير إذا راحة الحال الأولى بروح على الحال الثانية انظر إلى الفاعل قرأ القصيدة مؤلفها القصيدة بتقرأ المؤلف ولا المؤلف بيقرأ القصيدة لا المؤلف اللي بيقرأ وهي عليها ضمه إذا كلمة مؤلف هي الفاعل طب هذه مؤلف زائد هاء والهاء تعود على القصيدة هاي اتصر بالفاعل معلف ضمير يعود على المفعول به هذا هو سبب تقدم المفعول به وجوبا انه الفاعل الفاعل معه ضمير يعود على المفعول به والحلو بهذه الحالة انه كل امثلتها بتشبه بعض كل امثلتها بتشبه بعض احفظ مثال على الحالة الثانية وقم بالقياس عليه يعشق الارض صاحبها مثال واحد قرأ القصيدة مؤلفها ها فتح المحل صاحبه اججا لعلل تقدم المفعول به على الفاعل مسكت الفعل فتح معاها كافية لا راحت الحالة الاولى هلا بروح اطلع على الفاعل صاحب صاحب زائد هاء الهاء تعود عمين على المحل ايوة ايوة اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول به لانه المؤلف اللي بيقرأ القصيدة وصاحب الارض اللي بيعشقها وصاحب المحل اللي بيفتحه مش العكس مش القصيدة اللي بتقرأ المؤلف زائد انه في عندي قراءة لفظية ومعنوية بيكون حطل اياها مثل الضم على صاحب وبهيك انتهت الحالة الثانية وهن حالتين بس اللي بتقدم فيهن المفعول به على الفاعل وجوبا ركز معاي احفظ على الحالة الثانية هذا المثال وقيس عليها زي ما حفظت مفتاح في القرين المعنوية اكل الرغيفة محمد احفظ هون يعشق الارض صاحبها هاي الحالتين اللي بتقدم فيهن الفاعل على المفعول به البصيمة البصيمة وانا بتمنى انك ما تكونش منهم ما وذا مش الحالة الاولى الثانية في سؤال على الليل بس في سؤال ضع دا ربط وكلهوا فعشان هيك لازم تكون فاهم افضل من انك تكون باصم تعالي نفكر مع بعض شوف هالامثلة هاي شوف هون قال لي سبب تقدم المفعول به يا واحد يا اتنين يا واحد يا اتنين طبعا واحد اللي هي هاي واي اتنين يعجبني محمد بتطلع على الفعل يعجب انا اكتبوا اجاباتكم وانا بشرح ايه معايا اذا واحد لان المفعول به ضمير متصل اللي هو الياء ومحمد فاعل مرفوع نعم واحد الثانية يحب الوطن اهله مسكت الفعل يحب معوش ولا ضمير لا هاء ولا ياء ولا كاف ولا نا بروع الفاعل طب ما هي هاي عليها فتحة وهاي عليها ضمة قريني نفضية يعني هاي مفعول به وهاي فاعل طلع الفاعل شجاي معه اهله الهاء تعود على الوطن اه اثنين اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول به الثالثة سيذكرني قومي يوما ما سيذكرني قومي يوما ما عندي الفعل يذكر معياء المفعول به مينون الوقاية بذكرني انه هذا الياء مفعول به اه اذا المفعول به ضمير متصل والفاعل اسم ظاهر قومي هي الفاعل قومي هم اللي بدهم يذكروني واحد شو جوابته ليش ليش سادان اتنين سادان ليش اتنين سادان ليش كتبت اتنين لا سادان اللي ارضى عليك خليك معي عشان ما نخربطش الان اربعة اكتبوا لي اربعة شو شايفينها اتنين يالله الجملة ايشوا كررواها بسئلة الوزارة استلم الجائزة مستحقها اطلعت على الفاعل معوش ولا ضمير رحت على الفاعل اول شي عليها ضمة وهذي عليها فتحة فنبين انه هذي فاعل وهذي مفعول به اثنين هو انت انت اللي بتستلم الجائزة ولا جائزة بتستلمك انت اللي بتستلم فالفاعل مستحق اتصل فيه ضمير يعود على المفعول به الجائزة مستحقها الهأتعود على الجائزة اذا اثنين طلع كيف طلع كيف يحب الوطن اهله استلم الجائزة مستحقها يعشق الارض صاحبها كله النفس الشكل كله النفس الشكل خمسة شاهدكم المعلم في ساحة المدرسة حلوين حلوين ما احنا دائما نقول ان شاما ما منهم سلامة اخ ان شاما ما منهم سلامة شاهده زائد الضمير المتصل الكاف اذا لان المفعول به ضمير متصل والفاعل اسم ظاهر المعلم اللي شاهدكم المعلم هو اللي شاهدكم يحترمه الاخرون يحترمه الاخرون مين اللي حكي عن ستة اتنين حد شايف انه ستة اتنين ولا واحد طبعا خمسة واحد وستة شفت كان واحد كاتب اتنين اتنين سند يلا يا سند يلا يا سنودة اطلع على الفعل يا سند سنودة اطلع على الفعل يحترم شو معها ها ليش اتنين ليش اتنين سنودة يا سنودة سند سند اختفى على كل حال عندي الفعل يحترم معها اذا انتهى لان المفعول به ضمير متصل والفاعل يحترم الاخرون هم اللي بيحترموه الاخرون هم سند انتبهت لها ولا ولا شرح لك اياها اكثر يحترمه فعل مع الهاء معناته الحال الاولى تمام اوكي بالبيت ان شاء الله بس تخلص الحصة بترجع بتزبط هون وبتكتب بخط مرتب الاخ 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 طيب حتى لو كان السؤال ضع دائرة حتى ولو كان السؤال ضع دائرة واحدة من الجمل الاتية هيو واحدة من الجمل الاتية تقدم فيها المفعول به على الفاعل وجوبا عايش بدي ادور على الحالتين اللي تعلمناهن بدي ادور على فعل زائد ضمير من ضمائر المفعول به او يعشق الارضة صاحبها بدي جملة فعلية الفاعل متصل بضمير يعود على المفعول به شو يعني جملة فعلية فاعلها متصل بضمير يعود على المفعول به يعشق الارضة صاحبوها الفاعل صاحبوها معاها يعود على المفعول به بدي واحدة من الشكلين هذول بتكون هي الاجابة فانا لما اجقل لي زارت نجوة فدوة هل خيار الف لان السؤال الطرح شو بقول واحدة من الجمل الاتية تقدم فيها المفعول به على الفاعل معناها تبدي يا الشكل هذا يا الشكل هذا زارت نجوة فدوة هل هذا عبارة عن فعل مع ضمير من ضمائر المفعول به هل هذا عبارة عن جملة فعلية الفاعل اتصل بضمير يعود على المفعول به هل تمثل احد الحالتين يا شباب يوم ما شاء الله كاتبين لا معنى ليست هي الاجابة هذي تقدم مين هذي تقدم مين هذي تقدم الفاعل على المفعول به اللي جملة لا يوجد فيها قرينة هذي جملة لا يوجد فيها قرينة هذي تقدم فاعل على المفعول به وجوبا طيب تعال على الثانية الجائزة نلتها بجهدي شو رأيكم الجائزة نلتها بجهدي او لا لا تعرفوا انه غالبا الطلاب بقولوا اه صدمة كبيرة غالبا الطلاب بقولوا اه انتو بتقولوا لا عادي زينا ما في فعل كمان شوية شو بدي في الجائزة ما في فعل الله هي الله رضا عليكم في طلاب اول ما يشوف هاء يقول لك اه هاي هي شبابا نلتها الفعل نال زائد التاء زائد الهاء هيتقدم فاعل على المفعول به وجوبا لان الفاعل ضمير متصل والمفعول به ضمير متصل انا عندي فعل مع ضميرين انا عندي فعل مع ضميرين نلتوا هاء ما شاء الله عليكم ما شاء الله ما عليكم حوطتش بالله حوطتش بالله الله يا حلوين الله ينكون حلوين لانه بالعادة الطلاب ما بيجاوبوا هاي دايما بيغلطوا فيها كل سنة بيغلطوا في الخيار هذا الله يعطيكم الصح يا رب طب تعب يروي الارض المزارع يروي الارض المزارع هل هذه الاجابة سنة بتقول اه طيب احكي لكم شغلة اوعى تنسهاي اوعى تنسهاي على فكرة المفعول به اجا قبل الفاعل اه بس جوازا مش وجوبا هاي جوازا احنا الوجوبا عندنا حالتين بس هو المفعول به اه اجا هيو الارض قبل المزارع وهي عليها فتحة قرينة لفظية وهاي قرينة لفظية يعني تقدم المفعول به على الفاعل بس مش وجوبا احنا وجوبا هين هذا جوازا هذا جوازا فيها قرينة ايش فيه قرينة جوازا اللي فيه قرينة جوازا بعدين المزارع بروي الارض مش الارض بتروي المزارع صحيح تقدم المفعول به على راسي لكن ليس وجوبا الوجوبا واحد من الحالتين هون يكافئني المعلم اه يكافئ الفعل الفعل زاء الضمير طب انا عندي فعل مع ضمير فعل مع ضمير اه يكافئ مع الياء معنى تهاي لان المفعول به ضمير متصل والفاعل اسم ظاهر اذا الاجابة ديل أو بس بان؟ أو بس؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة